بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أعلنا عن إطلاق البرنامج الوطني للسكك الحديدية أكبر منظومة من نوعها للنقل البري على مستوى إمارات الدولة كافة والهادف إلى رسم مسار قطاع السكك الحديدية على مستوى دولة الإمارات للسنوات والعقود المقبلة ويندرج البرنامج الوطني للسكك الحديدية تحت مظلة مشاريع الخمسين وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قطار الاتحاد أكبر مشروع لترسيخ قوة الاتحاد للخمسين عاما القادمة وسيربط 11 مدينة ومنطقة من أقصى الإمارات لأقصاها بسرعة 200 كم في الساعة لافتاً سموه لأن قطار الاتحاد سيقلل انبعاثات الكربون بنسبة 70 إلى 80% من جانبه قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن البرنامج الوطني للسكك الحديدية يجسد مفهوم التكامل في منظومتنا الاقتصادية من خلال أكبر شراكة بين مؤسسات الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي وستبلغ استثمارات إطلاق البرنامج الوطني للسكك الحديدية 50 مليار درهم ليشكل منظومة متكاملة لنقل البضائع والركاب على مستوى إمارات الدولة وسيساهم البرنامج في تطوير منظومة نقل شاملة ومتكاملة تفتح آفاقا تنموية وتوفر فرصا اقتصادية تصل قيمتها إلى 200 مليار درهم وتتمثل أبرز ملامح البرنامج الوطني للسكك الحديدية في ثلاثة مشاريع استراتيجية الأول هو خدمات السكك الحديدية للبضائع الذي يشمل تطوير شبكة قطار الاتحاد وسوف يربط أربعة موانئ رئيسية كما سيتضمن بناء سبعة مراكز لوجستية في الدولة وسوف يبلغ حجم النقل خمسة وثمانين مليون طن من البضائع بحلول العام الفين واربعين كما سيقلل تكاليف النقل بما يصل إلى ثلاثين بالمئة ويشمل المشروع الثاني إطلاق خدمات السكك الحديدية للركاب أما المشروع الثالث فهو خدمة النقل المتكامل والذي سيتضمن إنشاء مركز الابتكار في قطاع النقل والذي سيعمل على ربط القطارات بشبكات من القطارات الخفيفة وحلول النقل الذكية داخل المدن لتكون بديلا متكاملا يخدم جميع سكان الدولة وزوارها